الأهل في الماضي وهو ده الأهل في الحاضر لأنه انتخابات 2017 شهدت إقبالا غير مسبوك رغم المصاعب التي وضعت في الطريق ولا أريد أن أتحدث في تفسير لكن الحقيقة كان الإقبال غير مسبوك في حماسه وعدده وانحيازاته ووعيه اللي جاي مش الانتخابات الحالية ولا القادمة المستقبل غدا سجل على لساني أن انتخابات الجمعية العمومية للنادي الأهلي في نوفمبر 2021 لا بد أنها ستكون الأخيرة التي تجرى واقعيا بمعنى حضور الناس إلى السرادقات والكلام ده عايز تروح أنت للتصويت الإلكتروني طبعا وأصبع الطريق ممهدا جدا للتصويت الإلكتروني لماذا؟ لأن تطبيق الأهلي كما شرحت أنا من قبل تطبيق الأهلي الإلكتروني يحظى بمتابعة وتسجيل واستفادة من كل الخدمات المتبقة في التطبيق وبقي إنه إحنا بس نمارس مسألة الاستطلاعات من خلال التطبيق ثم إنه هنضيف بس حاجة واحدة اللي هي التصويت التصويت وتبقى اللجان القضائية لأن أنا أعتقد إن ده هيتم تطبيقه خريبا في مصر أيضا عشان تبقى عملية التخابات وعملية للسفتاءات حاجة بسيطة مش حاجة معقدة يعني الحكاية أبسط من كده في ظل هذا التطور التكنولوجي أنا لا أعرف أحدا أيا ما كان مستوى صغيرا أو كبيرا في مصر لا يحمل موبايل جهاز سريفون محمول لا أعرف أنا لا أعرف أنا في بواب عنده ثلاثة هو الوحده عنده ثلاثة موبايل فقضي إنه التكنولوجيا أما ناس استخدمتها ولقاتها بسيطة وبتبسط الأمور اندفعت إليها اندفاع كبير واللي جاي كمان هيسهلها أكتر الميتا فيرس اللي أنا كلمت عليه ده هيسهل التعامل مع الإنترنت ومع التكنولوجيا بشكل أكبر وأكبر حتى يحقق نجاحا أكثر وأكثر والأهلي ليس أقل من أن يكون الأول في أن تجري انتخاباته بالتصويت الإلكتروني واللي يعني بقولك ستعلن النتيجة بعد عشر دقائق من إغلاق باب الترشيح طيب الأمر ده يحتاج إلى تعديل في الليحة لأنه لما نتكلم على أن الليحة الليحة فيها بند بيقول أن الجمعية العمومية قادرة على أنه لو طرح عليها أي تعديل وأنا معرفش حضرتك تتذكر أن أنا قلت أنه نضيف بس كلمة إيه الانتخابات بأشكالها مختلفة بما فيها التصويت الإلكتروني ولكن يعني تم استبعادها لأنه وقتها ما كانش المستشارين بتوعنا بيستخدمه الواتساب لا بس هي كمان أصل هي تستوجب تعديل الليحة لأن أنت الليحة بتقول الإنعقاد يكون في مكان واحد في المقر الرئيسي على يوم واحد وثانيا ضمن بنود جدول الأعمال مناقشات زي منقشة الميزانية ومنقشة الحساب الختامي ما يستجد وما يعرض من بنود على جدول الأعمال المسألة مش فوتينج بس مش تصويت فقط أنا بتكلم على مسألة التصويت نيجي للنقطة الثانية أنا أصلا ده أنا يمكن أن أجري تصويتا على كل بند في الموازنة أنا ممكن أعمل الكلام ده وإحنا عندنا إدارة التصويت إلكتروني عالية يعني عالية المستوى هتعمل الموضوع ده ببساطة وعشان كده أنا اقترحت على إدارة الإعلام الأهلوي الرسمية بمساعدة إدارة السوشيال ميديا في قناة الأهلي إن هي تعرض نسخة صفت كابي للميزانية بتاعة الأهلي وللموازنة بتاعة الأهلي ونسمع نشوف التفاعل بتاع الناس معها لأنه المرة جاية إن شاء الله 25 يكون الأهلي هو الرائد في أن تجري الانتخابات بتصويت إلكتروني وهذا سيوفر الوقت والجهد ويضمن الدقة ويضمن المشاركة الغير مسبوقة لأنه بالتأكيد في ناس في ناس بتاخد يعني في ناس بتبزل جهد لمجرد المشاركة الناس بتاخد جهد لمجرد إنها عشان تنتقل وعشان تروح وهكذا طيب أستاذ حامد فيه دقيقة واحدة أخيرة كلمتك للجمعية العمومية للنادي الأهلي أنا ثقتي فيكم بلا حدود ولا أعتقد أن يستمر الهدوء إلى يوم الجمعية العمومية التي نريدها أيضا أن تكون تاريخية في الحضور من جانب الأعضاء ليقولوا رأيهم ويقولوا ما يريدون لأن هذا في صالح الممرسة الديمقراطية التي يصنعها النادي الأهلي